أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسمق من أمة أجلها هو ما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موضرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستهزئون كذلك نسنقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون وقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استوقف السمع فأتبعه شياب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن نسكن له برزقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي نميت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صالب من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صالب من حماء مسنون فإذا صويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كل أسجد لبشرين خلقته منهم صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك عدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذني إلى يوم بعثون قال فإنك من الموضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولو غوينهم أجمعين إلا عبادك من يوم المخلصين قال هذا شرط عليه مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهن لما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من أب مخرجين نبئ عبادي أني أنا الله أنا الغفور الرحيم وأن عذاب هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيخ إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام أليم قال بشوتموني على أم الصنع الكبر فلينا تبشرون قالوا بشرناك بالحقل فلا تقن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا وإنا أرسلنا إلى قوم مجرمون قالوا وإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا على لوط إنا لمنجوه مجمعين إلا امرأته قدنا إنا لمن الغابرين فلما جاء لوت للمرسلون قال إنك مقاب منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع عدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إلي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاءه المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفدحون واتقوا الله لا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها سافلها وأمطرنا عليها حجاوة عليهم حجاوة من سجيل إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك الآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهم لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مؤردين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مش المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما أخلقنا السماوات والأوضمى بينهما وإن الساعة الآتية فاصفح الشفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المذير المبين كما أنسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عجين فاربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله لا أهم آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الصاددين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء من عباده من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أن أتقون خلق السماوات والأوضى بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكون مبالغيه إلا بالشكل الأنفس إن ربك من رؤوف رحيم والخيل والبغال والحميل لتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لها داكم أجمعين والذي أنزل من السماء ما ألكم ما ألكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع واللجع الزيتون والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وسخى لكم الليل والنهر الشمس والقمر والنجوم مسخراتهم بأمره إن في ذلك الآية لقوم يعقدون وما ذرأ لكم في الأعوض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا من لحمة طرية لحمة طرية وتستخرجوا من حلية تلبسونا وتغلفوا كمواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأعوض رواسي أن يتميد بكم وأنهروا سبلا لعلكم تهدون وعلامات وبالنجيم هم يهددون أفمن يخلقك من لا يخلقك فلا تذكرون وإن تهدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون ما تعلنون والذين أدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إلههم واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم موكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يصيبون ويعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزر ربكم قالوا أساطير قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم على ساء ما يزلون وادمكوا الذين من قبلهم فأدى الله بنيانهم من القاعد فخرى عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول وإن شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوضوا العلم إن الخزي الذي يوم السوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة الظالمية نفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهن وخالدين فيها فلذئس مصفى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أغزر ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسن ولا دار الآخوة خير ولا نعمة دار المتقين جنات عدنية دخلونا تجري من تحت النار تجري من تحت النار لهم فيها ما يشاءون كذلك اجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الضيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل يأوضرون إلا تأتيهم الملائكة ويأتيهم ربك كذلك فعل الذين قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئة معامل وحاق بما كانوا به يستهزئون فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين وقال الذين اشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغون فمنهم من هدى الله منهم من حقد عليه الضلالة فسيروا في الهدفانهم كيف كان عاكر المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يدلوا ما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدنا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبينين لهم الذين اختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيكن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حصنا ولا أدروا من آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال موحي لهم فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأمزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصب الله بهم الأعضاء أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم لمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن نوبكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ وذلاله عن اليمين والشمال السجد لله هم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكتهم لا يستكبرون يخافون ربهم من من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون وما بكم من نقمة من الله ثم إذا مسكم الدر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الدر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشيكون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرحدهم بالأم سيظل وجوه مستوى الدوة ومقوة كظيم يتوارى من الأم من سوء ما بشربي يمسكوا على هنم يدسوا في الطراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرات ما سلوستهم ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم ولن يأخذوا الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخذهم إلى أجل مصمى فإذا أجلهم لا يستأخرون ساعتهم لا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتشف ألسنتهم الكذب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرام أن لهم النار أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلىهم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عدام أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لهم الذي اختلفوا فيه وودا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعم العبرة والله أنزل من السماء ماء فأحيى بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعم العبرة نسقيكم مما في بطونه من حيث والله أنزل من السماء ماء فأحيى بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعم العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبن خالصا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون ثم كل من كل الثورات فاسنكي سبل ربك ذل الله يخرج من بطون أشراب مختلف ألوان في شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد عرض الشيئات إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي نفقده برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في صواء أفب نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجهم وجعل لكم من أنفسكم أزواجكم بنين وحفظة وحفظة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل نور بنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقضي على شيء ومرزق له من رزقا حصنا فهو ينفق فهو ينفق من رزقا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقضي على شيء وهو كل على مره على مره لا وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستفي هو من يأمر بالعدل وعلى الشراء المستقيم ولله غيب السماوات ردهما يأمروا أمساعة إلا كلمح البصر إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من ابتون يمهاتكم لا تعلمون شيء ولا أجعل لكم واجعل لكم السماع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطي المسخرات في جوب السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك الآيات القومين يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم استقنوا وجعل لكم من جلود الأناع بيوتكم تستخفون يوم ضعنكم يوم ضعنكم ويوم يقومتكم من أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر سرابين وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ النبين يعرفون نعمة الله ثم ينتهونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث لهم كل أمة شيدا ثم لا يؤذنوا بالذين كفروا ولاهم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون وإذا رأى الذين شركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ استلمضوا عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يزدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث بي كل أمة شيدا عليهم من أنسم وجئنا بك شيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ودوى ورحمته وبشراء للمسلمين إن الله يأمر باللعد العين والإحسان وهيتاء للقربة وينهى عن الفحشان والمنكر والبقر يعيذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به ويبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددت معنا صبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعض الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذوا ما عند الله باقه ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحصن ما كانوا يعملون منعنا صالحا من ذكين أو مساوبون فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحصن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان فلا على السلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانوا على الذين يتولونوا والذين هم بمشتكون ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا لحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين ترى الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاصلون ثم إن ربك الذين عاجلوا من بعدهما فطلون ثم جاهدوا وصلوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملتهم لا يظلمون وضرب الله مسلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتينا رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله بأنهم الله فاذا قال الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقوا الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليه كل ما يتقدم لحم الخنزين وما هو الذي غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاجل فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين افتروا على الله الكذب لا يفلحون متاعوا غليلوا ولهم عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصنا عليكم من قبل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم اظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمتا قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأن نعمه اجتباه هذا الأسراط المستقيم وعاتيناه في الدنيا حصنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن نتبع من نتهم وإيبا حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السمت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا أحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعيدة والحسن فجادلهم بالتي أحسن إن ربك وأعلم لهم ضل عن سبيله وأعلم المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يبقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون